اشتركوا في القناة المفقود اليوم حاليا توى توى في الساعة هادية عاجل في قنوات نازل صاير ليبيا في خطر ليبيا حطاها في كيس الناس بدت تحوس ماش عارفة شن فيه شن فيه بس زبط الناس يتاكل وتشرب ولي حياتها اليومية وقوة يومها اللي فيه مرتبات لشي كيف تدير قولولي بالله عليك ننزلوا هنا احنا اخترنا اليوم نكونوا في شارع شرقي ونشوفوا الشباب والناس واللي تخدموا في المحلات شون صاير فيها في ظل هروب الضيب ماليش نسمحونا مطبة ده حكاية كلها مطبات هوائية ومطبات حياتية ومطبات ما يعلم بها كان الله عز وجل لانا زي ما نعرفوا الحكومة والناس الهه والوزراء والوزير الكهرباء يضغب فيه توا البرودة والجو مليح ومش حاسب المواطن الليبي لو حاسب المواطن الليبي راني شوف فيك في الشارع موجود في الشارع لكن يلا حنشوفوا الناس اللي في الشارع شن صاير فيها في ظل غياب او فقدان الكهرباء ننزلوا ما بعضنا الان في اخترنا نكونوا في شارع شوقي وسط البلاد اكيد يلا شارع شوقي الناس المتضررة فعليا اصحاب المحلات والمواد الغدائية الناس اللي قوت يومها اليومي اللي عندها مرتبات اللي عندها مواضيع اه ودني اضلاهم هنيه مواد غدائية صاحب المحل جيكتين انا بقول كلمة كلمة السريع بلاي عليك يخيي تقول لنا خلايا كماما خليها يومك مبارك يخيي شايد يومك شايد الضيي والهروب الضيي شو مصايا فيك معا شي 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 قالك يا وزير شي شي خلينا نستنروا في الشارع ونشوفوا الاجواء شوفوا الخضرة ترا محل الخضرة يعلم الله بحالة السلام عليكم مبارك يومك مبارك خليك بلاي عليك صاحب الخضرة هارب عليك الضيي كمانا هناك شمانا ضيي اقولي بلايك ناشين امتا جايد ضيي نبي نفهم امتا جايد ضيي هو ضيي ما هناك كان جايد جايد ساعة ولا ربع ساعة ويا ربع سبعتاشن ساعة مفيش ضيي ليه شي بتقولها وزير بدراء لوح شي بتقولها الوزير وزير اطلع منها اطلع منها وخلي لي غيرك اطلع منها عادي ما عنديكش بكانيات تقول ما عنديش بكانيات واطلع منها تم تقصد رب يحفظك خوي الله يسلم ان شاء الله رب يهنينا ان شاء الله طارد تماعي فارك الله فيه مشاهدين الكلام المولد شفتوه في مولد موجود لكن وين النافطة يا عمي وين النافطة يا خوي خيلكم شم فيه المولد الناس المولد غذائية وخدرة وملابس وقصص حزينة المسكين فتح محل لا فيش مولد كواين عندك مولد عندك نفطة خلشفوه تراب الله ترس سلام عليكم يومك مبارك بارك فيك ان شاء الله حرف عليك نسيم جالي لهم ياسين محلك هذا نسيم بنون نسيم لا نخدم فيه لا مش محلي نسيم من طي اليوم عارض والله بالضبط من الساعة تسعة من ساعة تسعة ايه ان شاء الله بيقول لنا شني شعورك لما تضي يهرب ولا مقريب يهرب ولا مقريب يهرب من عشام تهي لكن شعور يخيز زي باقي الناس هي قعد ضي يهرب بداية شارعنا هنيه يفصل سبتاشن مرة ايه باقي وانت صاحب محل وكيف ندير مع البضاعة عندك وكيف الشغل الناس معاش تجيه معاش تبيع ايه لما يهرب لما يهرب ضي تقل بضاعة ان المكينات واحد ما عش يخدمه والباقي شي اسمه شوية المولد ناخد مرات من جاري جزار ايه وهذا با والنافطة ما حصلتهاش علاها ولا النافطة شبه فاها زحمة انت وشلاته واحد وفيه مسكراته شبه تقوله المسؤول والوزير والناس المسؤولة شبه شبه رسالتك ليهم كشاب انت ممكن حتى مفروض مش مقعبس موضوع ديهم مفروض مقعبس حتى يقدم لك تطلعاتك ومستقبلك للزهر اولا ما عندي شبه نقولهم ربي يهديهم مخلص شبه نقولهم شبه نقولهم عده عساس كان بيقول حاجة انا بيسمعوني تقول يسمعون فيه يكو تفرجوا عليك يسمعون فيه يكو تفرجوا عليك منيح كان يسمعون فيه يكو تفرجوا عليك انت مثلا شو مدى بيك مثلا هل هي وزارة ناجحة وزارة الكهرباء ناجحة ولا مش ناجحة لا مش ناجحة بكر لا بيعطيني حل مجدي وكويس ترى انت صح في مكان وزارة الكهرباء طاقة الشمسية شارك فيها طاقة الشمسية مناحة كم يديرها في الصحراء لكن مش هيديرها مواضحة نعفاها ليبي احنا فرد يستغلوا شنسمع يستغلوا الوضع بلاك اوت صراحة شفت الموضوع شفت القصة الناس كلها متأترة بلاك اوت الان بلاك اوت صاحب قهوة سلام عليكم يومك مبارك ان شاء الله شوفها فضلها من راشد قاعد الله يعزك اعطينا كلمتين منك بالله يا بقها يطلع لشرع شوقي على الضي ومشاكل الضي والضي المعاش بيجي الضي معاش بديهارب الضي مفقود 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 يا ولدي مرحبتين انا سلام عقيم لا يبرك فيك صاحب القهوة شين اضيي وشين قصة ضيو اللي ضي على طول فيش ضي يعني شين الحل في رائعك معانا 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 للكل يعني معانا للكل مش مش المتصاحب القهوة يعني معانا في البيت معانا في العمل في المصنع يعني موقفة عجلة الانتاج الخدمات كل شيء الضيء موقف كل شيء المية وضيه هي الحياة ما غير المية وضيه ما تقرش تشتغل ومعها دا نقول الحمد لله وان شاء الله رب يفرج علينا تبقى رسالتك للمسؤول شو ما تقولها؟ ولا المسؤول يشوف روحها ولا يخلي الكرسين تاعها شوف نفسها قصد يقدر انت طالما انت انسان غير قادر وماكش متعلم وماكش ملكوادي اللي تستطيع انتقدم خدمة للناس استريح خلي الامكان لغيرك فيه شباب والله فيه شباب متعلمين وقادرين قروه برا وقروه نايا وتعلمين وعندهم شهايه يدعون اليوم متخصين في مجالاتهم زي الاقتصاد زي وخاصة لما يتعلق بالكهرباء فيه مهندسين الان مهمشين يعني بصراحة ممكن عندهم دور يقدر يدوه في شركة الكهرباء ويستطيعون يبدلوا جهد اكتر من اللي موجودين الان محترامي لبعض الاشخاص اللي ممكن بالمجهود الذاتي وعدم وجود امكانيات ولكن البلاد محتاجة لتريس محتاجة لرجال يحسوا بليبيا محتاجة لواحد يحس انه هذا وطن انك مش قاعد ترانزيت فيه انه وطن لكن الان موجود بصراحة ونقولها ومانيش خايف من حد ونقولها بكل صراحة ان الناس اللي موجودين يسيروا في البلاد مهم صح لونهم صح ما يخلوش المواطن يعاني يا راجل صدق يعني هدي رسالة المسؤول يعني الرسالة المسؤول اللي ميقدرش ميقرش يشتغل يقعمز يسي كرسي متاعي يخليه يسريح اكتر منك يمعنديش كلام تانية وربي يحبك ان شاء الله ربي هنيني كلنا شكرا شكرا لك على شوفين what did you do here صوت وجعرص البلو اẻ غضة اين يا عمى أين وين haven't you zur Jansen وش نشره Hoe Kim chan Email شارع اللي في وسط البلاد اكيد بتفارع مشارع مختار شوفوا المحلات المواد الغذائية والناس المتضررة فعلياً من من الضية من فقدان الضية ما عاش بنقوله هرب الضية بالله عليك بعاش قولنا هرب الضية الضية مفقود مفقود يلا تشوفوا السلام عليكم اليومكم مبارك ان شاء الله خالوا زوير الصدفة صراحة حلوة عبد محمود العايب ربي يحفظه ولد المدينة القديمة ها ما شاء الله زوير الحبه عبدالطيف الحيت صغار الشارع بوتشيني الناس القديمة الأولى للزمنية ضي ومشاكل ضي بالله شن رايك الموضوع هربا هيك نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ترجع للبلاد متاع السستينات الستينات الناس المباركة ان الصالحة يتحافظ على كل حاجة حتى هنيا عندنا متهمية بالبسع ذرا الضي نستعلكوا فيه هلبة والكهربوة مقصرة حتى هي يشبع الظروف الله ورسوله سعى المسرية ولكن حتى حلي عندنا فساد عندنا كل حوش فيه 36 ترية واحدة بيه 36 لامبة اللي لبس صحي وانا ايه هذا الحقي ايه علمنا الفساد نقول اللي لينا ولا علينا علمنا الفساد عندنا هم عندهم يعني عندهم شو ما نقولك ما مش مهتمين بالبلاد يعني ما مش متنبعين فيها الاخطاء هذية وناس حتى يام فستة فست في رزة يعني عمري ماليت شعبي فسي يخرب في بيتها زيك شعب اللي هو اللي يخرب في بيتها ما هو اللي ولاده ربي يهدي العباد وناسي بتصفى النية ولازم نحبه بعض ما وإحنا شعب واحد شعب طيب إحنا يا ربي والله لا شعب طيب وإحنا يا ربي وانا الحنية نولا مش موك كان يتكتك عليها أمي يقول هاتو طرب خبضة تطلعنا بيها وانا هذي في منها مزان تو يختم عليها قشرة يقول نولي بيتسكر قيم لقدان تو بيش نكلا بيشاركنا بيك فلازم نصبع القلب صبع القلب والنية السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم براء الله بيك عم حمود سلام عبدالطيف أخونا عبدالطيف أيوه من سكان بوچيني بوچيني لولين لولين الله يبارك ماهج معي رب يحبث إن شاء الله تكلمواعا تضيّ ومشاكل تضيّ عندك محلتي شالي يا أحفاك عندي شن محلك باعتات اهه الفوفيكي ها اه شن يعني تضيّ وتأثير تضيّ وفقدان تضيّ يعني إحنا الآن معاش نقدر نقولو نقولوه ربو تضيّ أحنا فقدنا تضيّ شن أثر عليك كمواطن ليبي ولا يأثر عنينا بالنسبة لكتجارة وفي المنزل كحياة طبيعية طبعا من الحالتين ومش معقول الضيم أنا اليوم هو 24 ساعة 16 ساعة من غير ضي وزي ما تقول ماني ساعات بالضيء ما يجيش هو الكلام وزي ما قال الأخ اللي قابلي فيه شوية استهلاك زايد من نحن كما زا ما نقول عدم الضبط في استهلاك الكهرباء سواء في المنزل أو في المعال ولكن حتى الكهرباء الشركة العامة مقصرة حتيها بس هو يعني احنا نقوله المسؤول كوزير وكادارة شركة عام الكهرباء شل مفروض الحل الجدري اللي هو باش يتمتع به المواطن يعيش حياة رفاهية مع وجود الكهرباء الحل الجدري طبعا مايش اختصاصي كمهندس كهرباء وحزة من ايكي أو فني كهرباء ولكن صيانة المحطات وتركيب محطات جديدة بلاكيدة وهو النقص اللي صاير كامل إن شاء الله يا رب البلاد والعباد يا رب خالوا زهير وينها؟ أنا مش زهير حبه طبعا نقوله خالوا لنا خال صحاحبي قال صديقي العزيز هيتم حبه لا 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 كلمتين ضروري عاد صغير بوتشيني عاد بقولها ها كيف عاد يلا زهير حبه سلام عليكم شرفنا شرفنا وسحنا سيدي احلم ليه ما عمل الله يبركيك شاء الله قوي معاد كيف حالكم انتظر خالوا زهير قولي الموضوع شين تضيي القصة شكيف عايش مع تضييي؟ والله يشكو من إبليفيا كلها تشكي مشانية والله انت كلها متضرر منه كل والله الحل فيد الدولة كان في دولة فيدهم الحل مش فيد نحن كان فيه تصليح كان فيه أي حاجة هادا تضررت منها هلبة يعني شين صايفيك بالحوش حكيلي شين بتدير والمشكل حتى المولد اللي عندها مولد توا بداي بروحها قصة مولد بروحها مشاكل يعني نافطة حتي مش موجودة تبين نافطة وتبين يسير بسيب يبهر بشياء حكاية كلها معنازل عندها مولد زيلي ما عنداش صراحة رسالة 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 توصلها للمسؤول والله المسؤول إن شاء الله ينظروني ويحسوا بينا هذا النبو محسوا بينا بس هلغان يحسوا بينا هذا من نبو منهم يشعروا بينا ويشوفونا شيني والله ربي يحفظوك شميعا إن شاء الله لك وربي يوفقك شكرا لك سيد زوير صحيح شكرا مبارك الله فيك من بوتشيني ومن شرع شوقي بنمشوا تولي أزقة تانية وسط البلاد خلنا نشوفو بالخير ونشوفو ميزران ولكن ربي قدرنا نشوفو حتى 24 ديسمبر وشارع الاستقلال شوفو معاناة الناس وسط البلاد شنصير فيها بلاي عليكم صوت يعلو على صوت المولدات الترطير في كل مكان وليس الليشاني في كل مكان الترطير لنقا ورزنقا وين ما تمشي تسمع الترطير والناس متباهد له والناس مساكين ربي يكون في عونهم إحنا الآن في بالخير وخشينا منطقة بالخير ونشوفو الناس اللي واصحاب المحلات وكان نلجينا حتى الناس العادية الكادحة البسيطة اللي تعاني من فقدان الضيء خلينا نترشلو ونشوفو الوضع مع كل أخوتنا وناسنا أخوتنا اللي بيين اللي يعلم الله بحالهم السلام عليكم يومك مبارك إن شاء الله يا طيب تكلموا عن الضيء وفقدان الضيء معاش ما نقولوا هروب نعم لكن قبل كل شيء بنعطيك كمامة با حق با حق لا خلاف جابك منتهي في جابك با حق أعطيني هيدك هنكي ببارك الله فيك معلاش سلامتك أنت معلاش يا سيطروري يا سلام عليك خد واحدة واحدة ليك وواحدة ولادك هاي واحدة ليك هاي ما شاء الله علي ربي حضولك هاي 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 يلا ببارك الله ببارك الله وقود هايلي ولادك هاي هاي اعطي هايلي بسالة بعدين هاي اي اي تعال شد شد هاي هاك ها شد كمامة هاي 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 طارق بيطار إن شاء الله هاي 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 حتى طرح الحمال لما كيف يشي قلنا طرح الحمال خمس ساعات لك حنينا نقوم فيه أكتب من خمس ساعات فيه منات توصل التسعة ساعات ووقت الحاجد يروفوها طرح الحمال في الليل النهار هاني موافق عليه صح مصبوط أطيلي طرح الحمال في النهار ما تنزيم قول من 12 إلى 6 لكن ما تديره طرح الحمال من 12 يبقو فيه لساعة 10 في الليل لساعة 11 في الليل أطيلي طرح الحمال ما لناشى اطيلي طرح الحمال فيه منات خيورة بعلها بالساعتين بس يجي زي فيه جنزور ومناطق بره طراب بس شوي نعم الدراغين وسط من دينا الحق يا ربي أهل بحنين وسط من دينا نفتر حدا نفسين على الطفل على عاني بروحي كواردو ومدبوط وتر نفسي مرات إنو فيش غول يفاح المصغالي ايه ما نقدرش أنا شي بندير مفضو فهى يبادرنانو في الشاحن اللعبو بلدي نحطيه في السيارة أنا بتحلف موسيقى أنا مرات لا تطرح الحمال سلام حدير الداخليا طلع يا دواء قال الشعب اطلع اطلع وانا نحميك الشعب ما باش يطلع طلعوا على معمر وطلعوا وكسروا الدنيا ودرنا اللي نبوه ونبوه 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 كل شي سيد البشاغة قال اطلعوا يا ناد اطلعوا وانا وراكم شن تبوه طلباتكم طلباتنا تضي والمية بس لا نبوه فلوس العشرين ١٪٪ اللي قصمتوها من الناس العشرين ٢٪ اللي قصمتوها من الناس لا تقصمتوها علي خاطر الضي من هناكما قلتو يا الليبييين نبوا نخصموا منكم علي خاطر الضي يخودوا المعاش كلها يخودوا معاش عام من كل ليبي وردوا لنا بلادنا نفس له italiano ضي وممية وخي‬ وبس ما نبوه شي تاني تقولون الي متنون اي 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 سERT دير الوحدة هيك ملايه خل خل يديئ تقايئ هيا هاي هاي مضمضون ما يزيله مش تقوله في مضمضون مثلا ق ليا طيب تعارفوا عليك عني نوري غرياني طبعا عني نور غرياني من سكان محلة بالخير قدومي باك باك ان شاء الله ولي ضي عندك محل انت ولا ولا مسكال منطقة ولا الكهرباء والله العظيم ما تشبع فاهل الدنيا قدامك قصدي حتى يجينا يقعد يمشي ويجي يمشي ويجي حتى الساعات قصدي اللي يجينا فاهل الكهرباء يقعد يمشي من استفيدوش مننا في شي عرفتها كيف يقعد ماشي يجاي ماشي يجاي قصدي لامتا بنقعد وحنا هكي لامتا قصدي لطلبوا مسورين يديرونا حل فاسرع وقت مشكلة الكهرباء هيا قصدي صغارنا نضروا حاجاتنا في العيد الحمل خضرتنا تنضر في التلاجات بساعات طويلة تقعد قصدي الكهرباء وانت براك عندك بقى علم قصدي الموضوع طي هارب عليك ومش هارب عليك هارب موعدو يجي خمس ساعات يجي خمس ساعات ويورب خمس ساعات؟ متضرر ولا مش متضرر؟ أكيدا عادي شيء واضع ما يقولي كيف مناير في المحل والترطير جمك وتكسير شو بتقول المسؤول؟ ربي يخطيهم الحق كلهم الحق حسد الله لعمل وكي شكرا دعاء صراحة حسبي الله ونعم الوكيل يرد فيها كل المواطنين على كل مسؤول صراحة أخفق إنه هو يدير ولو حل بسيط للمواطن كادح المواطن بسيط مثال مع الترطير هذا حل المواطن صبح ليل عشية الترطير الترطير نشوفوا المحلة هوا ومعاناتها مع الكهرباء نشوفوا هوا مواطن غداية بالخير معاناتها مع الكهرباء سخير صاحب محل قاعد كو الله يمك بارك إن شاء الله تضيي عندكم ههه؟ قولي يا عمي تضيي شيني مياهو شك عرضيه إن شاء الله والله يبارك لذلك كداش يهرب عليك وما يبقود عندك كم يقود عندك كم يقود عندك كم الساعتين بلنص ساعة بثلاثة دقائق ها؟ خلال ساعة يهرب مرتين ثلاثة مراية حتى أربعة يا خمسة مفروض هو وزير الكهرباء هو اللي يطلع يهدل الناس يتكلن الناس في إدارة عالمية موجودة اللي شارك للزار الكهرباء تطلع تههم الناس هذا الناس شنسبب الأعطاء شن الافتفات وإمكانية الدولة هل هناك دولة أو غير دولة عندنا دولة أو ما عندناش دولة الشي هذا اللي نشوف فيه هل هو صحيح أو غير صحيح هذا محلات تفضل هذا غدائية كذا الناس تبلي تبريد عندك خسائر تصير لك ولا لما يهم الضيء هذا الشي ضروري هذا واضحة هذا واضحة صريحة كلام هذا المواطنة ممزينة يبي حاجتها متوفرة يجب تبريد مي مسقعة يبي مشروب مسقعة وغيره كذا يبي أختمنا هنا ما عنده مش مسقعة في روح في الحاشو ما عنده مش مسقعة التلاجات نضربه فريزات نضربه آه فريز هذا صلحناه مرتين جيلاتي خلاص جمعت جيلاتي جيلاتي نهائيا عش فكروا فيه صف هذا خلاص نهائيا مع مصاريف المولد والنفطة الغير موجودة المولد والغير موجودة الزوز ونصف ونصف حتى ثلاثة جنيه ونصف تلصف 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 جنيه كل شي تجاري أصبح في البلاد كل شي تجاري والمواطن هو مفروض على وسائل الكهرباء شن تدير؟ مفروض يشارك الكهرباء مفروض على ستين ألف حاجة المواطنة ساعة المواطن مفروض يسعى شوف المواطن شن محتاج وزير الكهرباء اللجنة إلى العالمية تطلع تطلع تشوف المواطن شن يعاني شين محتاج المواطن من الكهرباء شن يتراكم عليه الكهرباء انت باي تقول المواطن كده تعال شوف ساعتها ساعتا حرقة مصر هاي الساعة فضل هاي الساعة فضل شوف شوف فضل هاي الساعة الكبينة بيستكارة با هاي حرقة الساعة فضل مالضيل يمشي وزيه طبعا يتستكارة با يمشي وزيه نظر خليت ونقول لك هاي كلاجة وهدي محرك متاحة كمبرصاني متاحة قال تتسل 1450 دينار هذا المحرك زيدها ليد العاملة كده شوف قداش تكلفك لما انت تجين المواطن يقول له هذا يبقى بثلاثة جنيه رئيس ثلاثة ونصف بتحمل على خفزينك مصاريفك بيدير يعني الله المستعان حسب ان الله نعمى الوكيل ان شاء الله ربي ياخد جيل الحق في كل من كان سبب في الشيهات ولازال الطرطير مستمر المولدات تشتغل على طول في البلاك آوت اللي وصل وين صل موجود ليه فترة والضيء مفقود ويعلم الله بحال المواطن المهم في جامعة مزران قدام جامعة مزران وركابة مزران وانطلقنا من شرع شوقي إلى بوتشيني إلى بالخير ومن بالخير إلى مزران شوفوا الأجواء والناس حتى يشن صيفيها هنالكادي حال بسيطة الناس اللي في حيرة من أمر يا عمي نقعمز على الرقابة هنالك خيرك زلي جوق مش مليه هكي شو ما نقول لك والله العظيم متضيقي المتضير حقيقة هكي بضيق تعبدا فترة ضويلة والحوش نوه وضغطه شوفوا ايه كداش شهربوا عليك المتضيق بالله والله يبدأ يهربوا ب 12 ساعة الحقيقة وواحد كداش بيقعد كداش منه الحوش بالله ينوه الحكاية وضغط الصغار شين وكيف منينين والله نفس الشي حتى الصغار متضايقين وكلهم متضايقين الحقيقة هكي بايش ما تقول للمسؤول المسؤول والله يش بنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه الحقيقة يعني بلاد ماشاء الله فاها البترول وفاها الخير وفاها الفلوس معقولة الناس ضي ما يلقوش شي معقولة التلاجة ولا زي الدولاب ما تخدمش التلاجة معقولة فيه تلفزيون الواحد ما يقدرش تفرج عليه معناه احنا يتاو في 2020 وماشاء الله قريب ونقش ولا 2021 الدول التانية واسطة للقمر ماش لازم تكون في دولة اصلا باش نسألوها مش لازم تكون في دولة اصلا باش نسألوها قداش عندك حكومة في ليبي قداش عندك برلمان قداش عندك جيش قداش عندك وزير للداخلية للعدل للاقتصاد للصحة قداش عندك مصرف مركزي تقول لي كورونا وضيق كورونات شني وضيق شني اذا كان المصارف يقعوا ضيب ثلاث شول ما يجيبوش فلوس ولما يجيبوه يعطوه كلف ولا خمسمية وامة تلاقي لله تتكالب عليها وتقول لي انتشار كورونا وضيق قداش صارفة ليبيا من سنة 2012 الى سنة 2019 بس ميزانيات الحكومات المتوالية قداش صارفة ليبيا قداش صارفين على الكهرباء بس قداش صارفين على الصحة الباكة متاع الكمامات اللي فيدك هذا اللي انت توزع فيه وتدور بيه قداش حقها مو نتب العائلة الضمانية قداش تاخد وجاي تقول لي دي ما دي ما دي ما دي ما دي ما نسأل الله سلامة نسأل الله سلامة ربي يحفظ ليبيا واضح عليه الراجل مجعمز مهموم واضح عليه الراجل قصة حزينة يعني ملاش نعنده من المشاكل واضح عليه الراجل انه 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 في منه هلبة الشعب يعاني الشعب يعاني فعليا فاتقوا الله فينا اتقوا الله في الناس الباهية الناس اللي كانت في قلوبها نسأل الله انه يحفظهم ويحفظ رسل طيب ويحفظ ناسنا نسأل الله السلامة بإذن الله تعالى كنت معاكم وخيكم معاد حمزة في برنامجكم معاد شو وديما نقوله في نهاية كل حلقة استودعكم الله الذي لا تضيع وتععه دايما نقوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاشتاج لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يجمع كل الليبيين ليبيا واحدة واحدة ليبيا بالجميع وفوق الجميع يا بلادي حبك موالي